عايز ارجع لمباراة الامس مباراة الاهلي امام الوداد والاحداث اللي كانت حصلت قبل كده وفكرة الانسحاب اللي كانت مطروحة فكرة الانسحاب دي مش من سمات النادي الاهلي وهاجع واقول لو احنا لعبنا المباراة مية مرة بنفس الظروف وهخسر لمية مرة انا مش مع فكرة الانسحاب وعمر ما فكرة الانسحاب كانت موجودة مع النادي الاهلي في التسعينات النادي الأهلي تسحب من البطولة الأفريقية لكن شفنا بعد كده التوابع السلبية للانسحاب واحنا بنتكلم دلوقتي في عشرين اتنين وعشرين وعايز اتكلم مع حضراتكم ممكن واحد يتكلم عن فكرة الانسحاب اه واحد محب واحد مشجع لكن رأي المسؤول بيكون مختلف رأي المسؤول اللي دايما بيجيب الملفات كلها ويدرسها بشكل احترافي علشان النادي الأهلي يطلع الكرار اللي هو بيقوله واحنا في عشرين وعشرين واحنا بنتكلم عن فكرة الانسحاب اللي ما كدش مطروحة واحنا مش معاه يعني بالمرة رغم الفساد اللي موجود النهاردة ليه اسيب الساحة كاملة للاندية الاخرى وهم عايزين كده عايزين النادي الأهلي ينسحب علشان اسيب الساحة متروكة للاندية المغربية والاندية التونسية وغيرهم وغيرهم ليه النهاردة ابعد لعبتي تلات سنين عن البطولات الافريقية وانا النهاردة بابحث عن تصنيف النادي الأهلي في لقب الكرن لقب الكرن النادي الأهلي منفارد دي بعيد عن المنافسين كلهم ليه اريح تلات سنين ود الفرصة لاندية اخرى انها تقرب مني زي ما شفنا في التسعينات النهاردة كمان لعبتي النادي الأهلي والامج بتاع النادي الأهلي والقيمة التسوقية للنادي الأهلي ولعب النادي الأهلي لما ابعد عن البطولة الافريقية تلات سنين القيمة التسوقية بتقل بتاعت الرعاة طبعا بالنسبة للنادي الأهلي كمان لعبتك وهم بتشارك في اعلى البطولات سواء البطولة الافريقية وكاس العالم الأهلي الأهلي قيمة التسوقية للنادي واللعبين بتقل انا بقول لحضراتكم الخسار الكبيرة اللي كانت ممكن تكون من وراء فكرة الانسحاب الحاجة التانية العوائد الكبيرة من كاس العالم الأهلي الأهلي دي كلها نقاط بتدخل رصيد النادي الأهلي في التصنيف الأفريقي على لقب القرن وكمان لها بتشتريت كاس العالم الأندية العوائد المادية سواء من البطولة الأفريقية أو من كاس العالم الأندية اللعبة دلوقتي ما شاء الله بتتقضى أجور ورواتب كبيرة لما انسحب مين الهدفع رواتب دي دي كلها أثار سلبية مترتبة على فكرة الانسحاب وعايز أقول بالمناسبة حاجة تالية الانسحاب كان أسهل قرار الانسحاب كان أسهل قرار ممكن ياخدوا مجلس دارة النادي الأهلي وكانوا هيطلعوا أبطال ويتشالوا على الأعناق بس بعد كده هنشوف الأثار السلبية اللي ترتبت على هذا القرار كان أسهل قرار ممكن ياخدوا مجلس دارة النادي الأهلي والانسحاب والناس هتطلعوا أبطال لكن فضلوا الصعب أو اختاروا الصعب إن احنا نواجه الفساد وإحنا موجودين وإحنا بنلعب ما نفعش ده أنا أسيبي الساحة كملة لكل الأندية التانية أو كل المسؤولين في الاتحاد الأفريقي فكان ده القرار الصعب أن أنا أواجه ده كله وأنا موجود جوه الأحداث لكن الشيء اللي كان مؤسف وكان محزن أنك أنت بتحارب لوحدك أنت وجمهورك ده الشيء اللي كان مداي المسؤولين أن أنا أحارب لوحدي فين المسؤولين هنا وفين الناس اللي قائمين على الرادة في مصر وأنا النهار ده اسمي النادي الأهل المصري هو ده الشيء المحزن لما منشوف هناك الأخ فوزي لك جع وهو دلوقتي بتشوف الكرة المغربية وما حدش يقدر يلوم واحد بحب بلده واحد بحب الأندية واحد رئيس الاتحاد المغربي بيحارب حتى لو بطريقة مش صحيحة بيحارب حقه لما تشوف النهار ده نهضة بركان وهي بطل كونفدرالية لما بتشوف الوداد بطل دور الأبطال لما بتشوف المغرب في كأس العالم إحنا فين بقى إحنا فين والنادي الأهلي هو الوحيد اللي كان بيرسم البسم على كل وجوه المصريين النادي الأهلي والمنتخب المصري كان من بنخرج من السنغال سواء في كأس العالم أو في كأس القوم الأفريقية كان النادي الأهلي هو اللي بيشرف الكرة المصرية في كأس العالم الأندية رغم الظروف الصعبة اللي كان فيها وبتاخد لعيبة النادي الأهلي لمنتخب مصري وبتعب انت ناقص وفي ظل الظروف بطولة صعبة فين المسؤولين وفين الناس من النادي الأهلي هرجع وكرر وقول اسمه النادي الأهلي المصري تذكر انت مسؤول وانت قاعد قدامك الملف اسمه النادي الأهلي المصري ترجمة نانسي قنقر